يتعرض البرازيلي فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد لموجة من الانتقادات العنصرية ظهرت بقوة انفلال الموسم الحالي في الدوري الاسباني فكلما ارتحل مع فريقه الى ملعب غير سنتيكو برنبيو تظهر الهدفات العنصرية فاني الذي لا يحظى بدعم الحكام على ما يبدو داخل الملعب تجاه ما يتعرض له نال دعما كبيرا منذ ليلة امس بعدما طرد امام فالنسيا عقب تعرضه لهتافات عنصرية ومشاجرته مع لاعبي فالنسيا الدعم كان من الجميع ففي البرازيل دعمت انديته لاعب منتخبهم وكذلك فعلى رئيسهم لولادا سلفا لاعب ريال مدريد فعال الامر ذاته وكذلك بعض من اللاعبين العرب في السطور التالية بعض من نماذج الدعم لفيني اول الداعمين الفينيسيوس جونيور كان الرئيس البرازيلي لولادا سلفا الذي كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر اود ان اعبر عن دعمي الفينيسيوس الشاب الذي دون شك افضل لاعبي ريال مدريد ويعاني من تكرار الاهانات ضده اتمنى ان يتخذ فيفا موقفا هو كل المؤسسات المعنية لمنع العنصرية من التواغل في كرة القدم اصدر السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيانا يندد فيه بالاحداث المؤسفة التي حدثت في مباراة فالنسيا وريال مدريد وذكر انفانتينو بما تقره لوائح الاتحاد الدولي ولم تتخذ خلال المباراة من حتمية ايقاف المباريات حال تعرض اللاعبين لهتفات عنصرية ومغادرتهم ارض الملعب ومن ثم تحذير الجمهور بالغاء المباراة وانعدوا لما نهو عنه في انال النقاط للثالثي تمنح للضيف غير اسطورة البرازيل ونجم ريال مدريد السابق ومالك نادي بلد الوليد الحالي رونالدو صورته الشخصية على حسابه الرسمي على انستجرام ووضع جملة لا للعنصرية وكتب دعما لوفيني حلقة جديدة من العنصرية ضد فيني سيوس فيالي لجء الامت طالما التواطئ والافلات من العقاب موجود فالعنصرية موجودة والاتحاد لا يتحرك فيني يمكنك الاعتماد علي في معركتك ما كتبه رونالدو شكره عليه مواطنه وتفاعل معه اسطورة هولندا المعتزل كلارنسي دورف قائلا فلنغير العالم وعبر الي خندور بالدي لاعب برشلونة عن دعمه للاعب منافسه فينيسيوس جونيور بالدي علق بقلبين على ما كتبه فينيسيوس عقب المباراة عما يتعرض له في الفترة الاخيرة من عنصرية وهو ما لاق دعما من عدد كبير من زملائه في ريال مدريد ولاعب الفرق الاخرى بينهم بالدي لاعب برشلونة التضامن الذي اظهره البلجيكي تيبو كورتو وحارس ريال مدريد لزميله البرازيلي كان مختلفا لم يكتفي بدعمه بل صرح عقب المباراة بان فينيسيوس لو اتخذ قرارا بترك الملعب وعدم اللعب ان تعرض لهتافات عنصرية فسيتضامن معه وترك الملعب تلقى فينيسيوس دعما من بيته الاول نادي فلامينكو الذي تربى بين جدرانه حتى انتقل الى ريال مدريد النادي البرازيلي عبر حسابه الرسمي على استجرام ندد بشدة بما تعرض له لاعب مسادق من عنف مقرر وعنصرية مستهدفة ضده مطالبين بعقاب رادع وشدد فلامينكو على دعمه ومشجعيه وكل البرازيليين الفينيسيوس نجم بلاده وريال مدريد لم يدعم فلامينكو لاعبه السابق فقط بل حتى غريمه في ديربي الفلافلو فلومينينسي وجه رسالة دعم الى لاعب ريال مدريد النادي البرازيلي عبر عن دعمه الفينيسيوس وطالب بعقوبات رادعة ضد العنصريين تسابقت باقي اندية البرازيلي على اظهار دعمها للاعب منتخبهم في فلامينكو وفلومينينسي لم يكون الوحيدين بل كذلك نشرت اندية سانتوس وبالميراس بوتفوج وساوي بولو رسائل دعم لفيني ومنددين بما يحدث معه واقب ساعات من نهاية المباراة عبر الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد عن دعمه للاعبه وندد بما حدث على ملعب المستايا مطالبا بالتصدي بقوة للعنصرية بكل اشكالها ونشر الاسباني من اصول غانية انياكي وليانزو لاعب اوتلتيك بلباو استوري على حسابه الرسمي على انستجرام بصورة له بقميص كتب عليه المساوات وكتب العنصرية غير مقبولة تحت اي ظرف في كرة القدم او الرياضة لننهي ذلك لا للعنصرية ونشر الفرنسي كالياني بابي لاعب باريس سان جيرمان دعمه الفينيسيوس عبر استوري انستجرام وكتب له لست وحدك كلنا معك وهو تقريبا نفس الدعم الذي قدمه زميله البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان لمواطنه لاعب ريال مدريد لم يتضامن البرازيليون او لاعب اوروبا فقط مع فينسيوس بل كان الدعم عالميا ومن كل مكان سعد عبد الحميد لاعب الهلال نشر استوري بصورة له رفقة فينسيوس خلال نهائي كأس العالم للاندية تعبيرا عن تضامنه ودعمه مع لللاعب لبرازيلي بعد ساعات من الصمت اصدر نادي ريال مدريد بيانا للتعليق على الازمة عبر موقعه الرسمي على الانترنت مؤكدا ان احداث مباراة فالنسية تعد جريمة كراهية وان النادي سيلجأ الى النيابة العامة الاسبانية للدفاع عن نجمه وكتداريو فرديناند عبر حسابه على انستجرام كان مرة نحتاج ان نرى هذا الشاب يتعرض لهذا الهراء ارى الما وارش مئزازا واراه بحاجة الى المساعدة والسلطات لا تفعل شيئا لمساعدته يحتاج الناس الى الوقوف معا والمطالبة بالمزيد من السلطات التي تدير لعبتنا لا احد يستحق هذا لكنك تسمح بذلك يجبا يكون هناك نهجام يوخب لهذا وان لا ستمحوه تحت للسجادة متن اخرى اشتركوا في القناة